مشكلة أساسية مشكلة دينية وليست دينية بالتحديد مشكلة أنها تقافتها ما زالت متخلفة ابنة القرون مصر فبالتالي بالنتيجة ما رح نجد حال كل هذه المشاكل التي نحن فيها تولدت من هذا الأساس الذي نريد أن نحافظ عليها ونحاف أن نغيره عندما يظهر أشخاص مثل صدام أنا أعتبر صدام هو نتيجة لتربة عذرة تربة لا تقلق خاصة للتخلف لا تنتج إلا شجرة لا تنتج إلا ثمارها المعروفة وهذا بدليل أنه ما يحدث الآن مواقع العربية وإسلامية هي نتائج كلها ليس شيء غريب علينا صحيح وأنا أشوف بالتالي مزألة الفصل الدين عن دولة لدي أعتراض عليها يجب أن لا نفصل الدين عن دولة ما يحدث الآن هو فصل الدين عن دولة تدمير الدولة حدث بسبب فصل الدين عن دولة وليس بسبب اتصالها الآن الذين يسيطرون على الشارع هم رجال الدين يسيطرون على كل شيء وهم الذين يخترقون شرائية الدولة هم الذين يسطون على شرائية الدولة ويتحكمون بها الآن شعوبنا في لبنان وفي سوريا وحتى في إيران وفي الدول الكثيرة الديني مسيطر على الدولة لا توجد دولة بالحقيقة لا توجد دولة لا نفهم معنى الدولة أصلا بالتالي أنا برأيي يجب عدم فصل الدين عن دولة هذا الرأيي الأساسي يجب عدم فصل الدين الدين توجه وظاهرة خطيرة جدا يجب أن لا تترك سائبة وحرة على الإطلاق ما احترامنا الدين ما احترامنا المقدس ما احترامنا المشاعر الناس لا بس لكن عندما نفكر بطريقة عقلانية ونرى نتائج سيطرة وهيمنة الدين على الواقع مضر بالدين نفسه وليس بالناس فقط والمؤمنين الدين نفسه يأكل نفسه بنفسه لأنه يمنح سلطة جبارة هائلة يتحكم بها بالناس فبالتالي الوقاية يعني أنا مقصد أنها ضد الدين الدين حتى ضد الدين أوكي ضد الدين أصير رح يطع دين ثاني فلا جذوى الدين موجود يعني سواء أنت وقفض ضد أو ما هو قفض سيطرة غيرها فبالتالي الدين يعني وعش ضاري لا يجب أن يترك حرا تسيطر عليها الدولة سيطرة عليها الدولة الحديثة هذا هو الحال الوحيد عدم فصل الدين عن دولة وهذا أنا متفق أنه القبلية يجب أن تقلل تقنن الدين هو جزء تشتف القبلية يجب أن تشتث لا تقنن لا يمكن أن تشتث حتى في أمريكا موجودة قبلية بل أنك في الكلور أو طراث لطيفة لا لا موجودة لا لا كقبلية حزب الجمهوري قبيلة يعني قبيلة واحد يساعد الله حتى ضد القانون لكن مقننة مقننة إلى شكل كبير حزب الجمهوري حزب كذا عائلة بوش عائلة بايدن مثل القبائل مع العراق لكن القبلية هي غريزة إنسانية كل إنسان يريد ينتمي إلى قبيلة لكن تقنن لكن يجب أن يحترم القانون إذا فرضت الدولة القانون بالقوة بحيث محد يكسر القانون مهما كان القبيلة مهما كان الدين مهما كان المذهب يعني هنا تبدأ بالتهذيب والتقنين أمريكا ليست صواب في كل أمورها لا يجب أن تكون قدوة عسنة في كل شيء نعم حضارتها صناعتها تكنولوجيتها دموقراطيتها أوكي لكن القبيلة هي نظام يسبق نشوء الدولة والثاني تعارض مع الدولة القبيلة سرطان داخل الدولة فكيف نقنن هذا السرطان يعني مثل الطبيب اللي يقول لك لا بأس لا بأس ليبقى هذا السرطان ولا غشتثه وهو لن يأت سرطان آخر هو الطائفية فإذا في الجسد العراقي المسكين الجسد العراقي يوجد سرطانيا سرطان اسم القبيلة وهي تحكم الآن نعم سرطان آخر اسم الطائفية وهو أيضا اللي يحكم الآن فتخيل رجل فيه سرطان آن هذا الرجل نفسه كان سنة 2003 في غرفة الإنعاش كان في غرفة الإنعاش دخلت القوة الأمريكية طلعوا من غرفة الإنعاش وإذا بي يعني تشغل الصوار يطلق صراحة يطبع على وحي وعش واري هي هاي مشكلة الديمقراطية اللي أتت بها أمريكا لم يكن وقتها مناسب كان أمامنا خطوات أخرى خطوات طويلة أو سنين طويلة حتى نصل إلى صندوق الاقتراع احنا أخذنا صندوق الاقتراع فرغنا من محتوى أصبحت فقط انتخابات فهذا انتخاب شيخ عشيرته وهذا انتخابات قبلية وبالتالي فقط أخذنا أخذنا الصندوق هذا صندوق الباعث فقط وهي انتخابات حقيقية لا تقل يتزوين ولا أي شيء مع العلم هو الانتخابات الصندوق الانتخاب هو حاصل تحصيل هذا الانتخابات يجب أن يسبقها أو يكون بعدها أو معها فصل يعني السلطات يجب أن تكون هناك علمانية داخل المجتمع يجب أن تكون عقل اجتماعي يجب أن تكون هاي الأمر كلها موجودة يوجد فقط صندوق وإذا بهذا يصبح صندوق أسود علينا وعلى نعم صحيح الأجيالة التي سوف تأتي من بعد نعم صحيح هو اللي قلتها يعني كلمة قال لي قلتها أنه الفين وثلاثة نحن بدلاً ما أن نشتماع مع بعض وإجوا الأمريكا قالوا تعالوا اجتماعوا شنو انت شيء تعال انت مدل شنو انت مقتدى انت معرف إيش انت عزب إسلامي تعالوا قلوا قاعدهم مع بعض قالوا هو شيريد الأمريكا يريد يسوي بلد يسيطر عليه وهنا لكي حكومة بلد بس هما ماذا فعلوا تحاصصوا فيما بينهم كأنما هناك غنيمة ويريد أن يأخذ حصتهم منها وهذا التفكير الديني بالمناسبة يعني التفكير الديني تفكير قطيعي يريد أن يحصد لجماعتها أكبر قدر ما عنده أفق نظر وعنده رؤية عميقة لا عندما الدولة عندما تكون موجودة بتدير الصراحة أوكي لا بس هناك كما قلت على أمريكا هناك قبائل وهناك توجهات الدولة وظيفتها مو أن تقمع الجميع لا وظيفتها أن تدير لكن الدولة تبقى هي السقف الذي ينضي القانون هو الذي يبقى نعم نحن شعوب بلا سقف نحن بلا قانون نعم نحن سقف اسم السماء وهي سماء غير موجودة في زاوية ووهم ووهم بصري نعم وهذه مصيبة نحن سقفنا هو وهم بصري وهذا نتيجة الخراب لا نحن حصلنا السماء ولا حصلنا يعني في فضاء بين السماء والأرض نعم رواية رواية نعم طوط الحر يسموها نحن نجي محفوظ بين السماء والأرض نعم نعم نحن حالة السقف اضحر معلقين هذا كبنة نجي محفوظ مرة قال قال نحن نبدل عمدة بعمدة نحن نبدل رواية نعم طيب طيب شو كن طبعا للأخوة أنا أقترح نعم إنه الحلقة إذا سوينا حلقة جاية عن الموضوع الفشل الحداثة ليس في العراق في المنطقة في كل إذا كان نعم كثير من الأفكار ذكرناها اليوم تطبق على عدد دول من عدد دول من عدد دول عدد دول عدد دول نعم 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 تجربة ناجحة واحدة كلها نحو الحظير طيب طبعا أشكر ما كان هناك تغير في العقلية العربية والعراقية الإسلامية والعقلية هي عقلية دينية الصدق لما عندنا غيرها هذه المشكلة بس صار واقع حال يعني الحداثة موجودة دخلة الطيارة الدراجة السيارة المكائن الخياطة مطارات الماء شوارع امتدت هذا كلها علوم حديثة لكن الأدوية اللقاحات هذا الأمر كان صدمة كبيرة حتى الرجال الدين للشعب بيكمل الناس بيكملهم يعني مكان قذر صراحة يعني مجموعة قرية صغيرة وكلها أمراض كما أشار أحمد يعني المهم فبالنتيجة كانت صدمة الحداثة لكن صدمة الحداثة ودخول الإنجليز علينا بهذه الطريقة كان صدمة هائلة جدا لكن بعد عقدين من الزمن بدت 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 المشكلة كبيرة تطلع وطلعت أحزاب قومية وأحزاب وهذا الكارثة العظم تمت سنة 18 وخمسين طلع عنا عد الكريم قاسم وقتل نعم 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 هذه كلها هذول سوا بنا دولة يعني جذورهم ريخية غير متعلمين نعم ذكرها استاذ أحمد نعم نعم بالتالي احنا الآن بالنتيجة النهاية أنا أقول أننا رجعنا للخطاب الديني وأرضيتنا يعني يعني عندما ترجع الخطاب القومي ما هو خطاب القومي فمشينا يعني ما راح يقسم الشعب عندنا أربع أنواع خمسة أنواع من القومنا هل هو هذا الحل هذا الحل كارثي وإلى علاقة بعد ذلك تكشفنا البعثين صاروا إسلاميين نعم 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 بالنهاية الأراب أنا أقول نحن الآن كبلت انتهينا شعبا ودولة مع الأسر وهو سؤال ما هي الحداثة الحداثة هي باختصار شديد جدا تعريف ماكس بيبر اللي هو نزء السحر عن العالم رفعه نهائيا وعدم النظر إلى هذا العالم كجزء منفصل عنها إنما نحن جزء من هذا العالم والعالم جزء منها الخطاب الديني والذي نقبلناه جميعا والذي هو جزء من وعينا ورؤيتنا للعالم ولأنفسنا وتقافتنا عموما هكذا عبر 3000-4000 عام وما زلنا هكذا نحن نعتبر أننا لسنا جزءا من هذا العالم أو نحن منفصلين عن هذا العالم ولدينا انتمام مع الإله نحن وفقا للحداثة اللي هي شيء جديد جدا مختلف جدا عبر التاريخ البشري لم يحدث مثيل له على الإطلاق يعني انقلاب جذري على الإطلاق يعني انقلاب جذري الذي حدث أن الحداثة وهي ليست أديولوجيا المناسبة هي بعد حدوثها بقرنين أو ثلاثة بدأ الباحثون ينتبهون شهدوا هذا الاختلاف الذي حصل بين فترتين زمانيتين فترة قرون وستقالوا حدث انقلاب خطير هذا الانقلاب هو هذه أبعادة لكن في وقتها في وقت ظهور الحداثة وما يسمي بالحداثة لم يكن أحد يشعر بهذه المسألة حتى نرجع على موضوعنا الأساسي وهو صرف فشل الحداثة في الأرهاب يجب أن حتى نعرف صرف فشل الحداثة لازم نعرف نختبر الجواب على هذا السؤال وهو هل رفعنا نحن السحر عن العالم وعن أنفسنا هل كنا نحن كعرب وكمسلمين وكعراقيين أولا هل كنا يوما ما مستعدين لأن نعيد اكتشاف كل شيء بوسائل مختلفة أكثر دقة وتحديدا على التصويب والتصحيح والمراجعة ما لا أستعجل الجواب بس لابد علينا أن نراجع تاريخنا لنجد ما اكتشفناه فعلا وغيرناه عبر تاريخنا من هذه الأدوات الجواب بسرعة حتى لا أختصر أقول لن نجد شيئا اخترعناه واكتشفناه داخل هذا العالم منذ ألف عام وحتى يومنا هذا والسبب هو الفقه والفقهاء تحديدا وهم منعوا الناس من تحصل العلم وطبعا مقولات الفقهاء معروفة بهذا المجال وأنا لا ألومهم على هذا في وقتها هذا يعني واقعهم والأفق والفضاء المعرفة الذي كانوا نعيشون فيه ولا ألومهم على هذا لكن لابد أن أشير إلى هذا المسألة وأشير إلى الاختلاف بينما نحن فيه الآن وبينما هم عليه والذي يريد الكثيرون فرضه علينا كما حدث سابقا العالم كله تغير والنتيجة هذه الأنشوبة الآن العالم كله تغير وتطور وتقدم إلا العراقيين والعرب كل الناس منذ سقوط الخلاف العثمانية سنة 23 يعني تقريبا قرن وسنة كاملة نحن في حالة بدأنا بداية جيدة كما أشار بلال وأشار أحمد بداية جيدة كانت هناك احتضان للحداثة فهم للمتغيرات الموجودة ومحاولة التوفيق اشتغل محمد عبدالشت الله بعد ذلك بدأ الفترة الليبرالية صرت محاولة للملمة الأوراقنا والانخراط في العالم يعني هبوط من السماء السابق أو السماء يعني ترك البرزح ونزلنا من البرزح إلى العالم نحاول أن نفهم ما حصل لكن هذا ماذا حصل حصل أن وجدنا بأننا يعني في أسوأ حال وهذا الذي نحن فيه حاليا هنا أشير إلى مسألة مهمة وهي أن الحداثة لا علاقة لها بالقديم والمحدث الديني يعني لا علاقة يعني بالنطاق الدين وعلوم البلاغية السردية الحداثة لها هي نتاج تراكمي تطوري أي أن الحداثة هي فئل زمني يقبل بالتغير والتطور هو ليست دعوة أيديولوجية لتغير والتطور إنما هي فئل على الأرض فئل واقعي المجتمعات الغربية وجدت نفسها بحاجة إلى أن تتطور وتتغير ليس لأنها تريد أن تتغير والتطور لأن تولد الظروف معينة الجبرتهم على هذا الأمر ما أزل عن بقية العالم استمر لبقية العالم كما هم هنا أدما نعرف الحداثة بأنها هي من الحدث من شيء حدثة يعني شيء استجده لم يكن له سابق وجود بالتالي هذا هنا صار استصادم معه نظرة الإنسان للعالم السابقة وهي نظرة دينية بالأساس هذه نظرة دينية كانت وما زالت ترفض أي تغيير وأي تحديث هنا المؤضلة الكبرى السؤال أيضا نرجعنا إلى أصل الموضوع ولماذا نجحت الحداثة في الغرب نجحت الحداثة في الغرب بسبب أنها اضطرت إلى خوض صراء مع الدين وهزيمة الخطاب الديني عزلة كانت النتيجة أن الدين يعني بات أفضل مما سبق خلينا نكون صلاحة العالم المسيحية أفضل مما كانت عليها سابقا اليهودية أفضل مما كانت عليها سابقا كلهم راجعوا أنفسهم وراجعوا خطابهم بل جميع الذين راجعوا خطابها ما عدا الإسلام ما عدا الإسلام بقي معانداً وثائراً ومترفعاً بقي في البرزخ لا يريد أن يهبط إلى الأرض ورأيي أننا عراقياً وعربياً لا نمتلك حتى هذا اليوم الحاجة للحداثة وحتى حتى توضح أكثر خلنرجع للتاريخ ونرى كيف ظهرت الحداثة أو كيف حدثت الحداثة بالتالي ما الذي حصل حدث السقوط سقطت بغداد مرتين وهذا السقوط نتيجة كانت أن كل واحد من قدنا بدلاً من أن يفهم ما حدث وبدلاً من أن يجتمع نعرف أن العالم تغير لا كل واحد من قدنا رجع علماً رجع على جذوره الأشائرية والمثابية وهذا أصل الخطأ الأكبر الذي يجيب على سؤال لماذا فشلت الحداثة في العراق هذا الأصل حتى نتحدث بعد ذلك يعني نتخيل 2003 وراحة بشوية نريد أن نتحدث عن المحاصصات يعني كنا كنا مسألة ما هي المحاصصات ما هي كورت ما هي السيعة هذه كانت مسألة نوعاً من عار أحمد يتذكر من عمري تقريباً وأحنا نشايفينها أنا نشارك بحرب إيران أيضاً فأتذكرها يعني فبالتالي عندما يجي واحد كي المحاصصات كانت مسألة معيبة يعني ماذا نستحكي لمحاصصتي ماذا نحصتي ماذا نحصتي ماذا نحصتي ماذا نستحقاقات لكن بعد ذلك مع الزمن صارت مسألة طبيعية واستحقاق مشروع هذه المحاصصات عبثت عبثت بمصيرنا ومصير شعبنا ومصير الإنسان في هذا المطال ومصير الإنسان في المنطقة عموماً بعد ذلك نحن نتحدث عن احتلال أمريكي اوكي احتلال أمريكي لكن بعد ذلك هذا الاحتلال لازم يتخلص من عنده طلعت لك مقاومة وقصص المقاومة والآن صارت معرفين مهم قلنا بواقتها لا طلع يعني نذكر قالوا لا نحن قادرين على صناعة الدولة وديمقراطية ناجحة بعد ما نحتاج إلى أمريكا قدنا جيش قوي ونقدر نحبلنا في السنة عام 2014 2011 طلعوا الأمريكان طلعوا الاحتلال تفاجأنا بعد ذلك بداعش تحتنا تعرضنا الاحتلال هذه كارته يعني هذا يوضع بأننا ما زلنا شعوب قاصرة وغير قادرة على إدارة شؤونها ندعي ما ندعي وما زلنا ندعي أشياء ليست بإمكاننا ما زلنا نستطيع التوحن كما قلت تأخر الوقت؟